موسيقى حصة اخبارية شديدة من قناة الاخبار المغربية اهلا والسلام بكم مداية ثمنت الدورة الخمسون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامية بيوان دي عاليا المبادرة الاطلسية لجللة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول ساحل الى المحيط الاطلسية وفي هذا صدد دكد وزير الشون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج بكاريا وسانغاري الذي شارك في هذا الاجتماع ان هذه المبادرة الملكية تمثل مقاربة مربحة للجانبين ومثالا جيدا للتعاون جنوب جنوب وقال وزير الخارجية النجر ليس هناك تضامن افضل من هذا وثمن عاليا هذه المبادرة التي لا نظير لها معتبرا ان الصعوبة الكبيرة التي تواجهها دول الساحل هي مشكلة البنية التحطية والولوج الى البحر وتبع في هذا الصدد ان هذه المبادرة الجيدة التي تهدف الى تسهيل ولوج هذه البلدان الى البحر وتسخيل جميع البنيات التحتية المغربية من طرق ومطارات سيتيح ايسال منتجات دول الساحل الى الاسواق الدولية في الشان الوطنية ترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش بالرباط الشمع لجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الاخطر وذلك تنفيذ لتعليمات جلالة الملك محمد السادس الداعية الى الاسراع بتنسيل هذا العرض بالجوذة اللازمة بما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة والاستجابة لمشاريع المستثمرين العاملين في هذا القطاع الواعد نتابع باقي التفاصيل مع عبداللطيف مطلب رئيس الحكومة عزيز اخنوش يترأس اجتماع لجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في مجال الهيدروجين الاخضر تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية الى الاسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة استقبلنا عروضا من مختلف مناطق المغرب لا سيما الولايات المتحدة أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وأستراليا والمغرب أيضا حيث تهم هذه المشاريع التي يقارب عددها الأربعين مجموعة جهات المملكة لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة تدارست مدى تقدم تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بتفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر كما ناقشت اللجنة المنهجية التي سيتم واعتمادها في تقييم واختيار المشاريع مازلن كنقطة محورية في العرض المغرب الهيدروجين الأخضر قامت بتطوير منصة إلكترونية لحتها تحت صرف المستثمرين ولحد الآن وصلنا كثير من 40 عرض من مستثمرين مغاربة وأجنبين والنقطة الإيجابية هي أن جل المناطق المغربية من الشمال لجنوب أحضروا بالاهتمام للمستثمرين وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية تم تحديد عقارات عمومية مهمة لتحفيز ومواكبة حامل المشاريع عقارات تناهز مساحتها مليون هكتار مع حرص الدولة في إطار تعقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي بالرباط أكد المنوب والسامي لتخطيط أحمد الحليمي عالمية أن الإحصاء العام للسكان والسكن يعد عملية ذات طابعا استراتيجيا من شأنها يعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكن شيما أباكا في المتابعة في إطار عملية الإحصاء العام للسكان والسكن 2024 التي ستنطلق يوم فاتح شتنبر المقبل أكد المنوب السامي لتخطيط أحمد الحليمي عالمي خلال لقاء صحفي عقد بمناسبة اختتام المرحلة الثالثة والأخيرة من التكوين الحضوري بالرباط أن الإحصاء العام للسكان والسكن 2024 يعد عملية ذات طابع استراتيجي من شأنها إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكن السيد الحليمي أضف خلال هذا اللقاء الذي يأتي تتويجا لأزيد من سنتين من التحضير لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكن أن المشاركين في هذه العملية سيلتحقون بدوائر عملهم من أجل التعرف عليها في أوفق انطلاق الإحصاء يوم الأحد فتح شتنبير هذه عملية وطنية كبرى عندها واحد البعد سيادي وكل مواطن أو كل شهر مواطن في هذا البلاد هو مؤتمان على جزء من هذه السيادة ولهذا كان عندنا وجدنا جميع الظروف المادية ولكن وجدنا كذلك جميع الظروف البشرية وبخصوص المنهجية المعتمدة للإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 أفاد السيد الحليمي أنها ستعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسرة الأولى تتضمن أسئلات تتعلق بالبنية الديمغرافية والدواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات بينما تضم الاستمارة الثانية والمفصلة فضلاً عما سبق أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وأشدد السيد الحليمي بالمناسبة على أن الاستمارات لا تتضمن أسئلة بشأن دخل أو نفقات الأسر ولا بشأن رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وأشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة ظروف إنجاز هذه العملية الوطنية والتطرق إلى عملية التكوين وكذا تسليط الضوء على إسهام مختلف الجهات المعنية جرى بالرباط دائماً التوقيع على اتفاقية إطار بين المغرب والسنغال لتعزيز التعاون في مجال النقل جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل مع الوزير السنغالي للبنيات التحتية والنقل البري والجوية مالك دايا الذي كان مرفوقاً بسفيرة السنغال بالرباطة وبوفد رفيع المستوى من بلادها عبداللطيف بن طالب والتفاصيل لتعزيز التعاون في مجال النقل وقعت اتفاقية إطار بين المغرب والسنغال في اجتماع عمل بين وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل والوزير السنغالي للبنيات التحتية والنقل البري والجوي مالك ندياي اتفاقية تتعلق بالتكوين المهني بين شركة السكاك الحديدية السنغالية والسكاك الحديدية الجهوية لمدينة داكار ومع المكتب الوطني السكاك الحديدية المغربي بهدف تكوين الأطور السنغالية في هذا المجال كما اتفقنا على أن نعمل على تعزيز التعاون الثنائي اتفاقية وحدة تتخص اتفاقية مع المعهد تتكوين السكاك الحديدية والتي تتخص تتكوين ديال السكاكيين السنغاليين هذه من جهة ومن جهة أخرى اتفاقية الشاركة فيما يخص تجريب المغربية فيما يخص تدبير المشاريع اللقاء شكل فرصة لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات صيانة السكاك الحديدية والنقل الطرقي والجوي إضافة إلى بحث سبول تحسين ظروف السلامة الطرقية في البلدين هذا اللقاء كان فرصة للوقوف عند الإنجازات النوعية من حيث التنقل الحضري وبين البناطق الحضرية لا سيما في قطاع السكاك الحديدية وهذه الزيارة مكنتنا أيضا من التعرف على الممارسات الفضلة والخبرة المغربية الرائدة في هذا المجال الوزيران أشادا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والسنغال كما أكد رغبتهم المشتركة في مواصلة تعزيز روابط التعاون الثنائي خصوصا في قطاع السكاك الحديدية كما دعا إلى تعزيز المساندة المتبادلة بين البلدين على مستوى المؤسسات الدولية خصوصا على مستوى المنظمة الدولية للطياران المدني الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والمنتدى الدولي للنقل وفي خبر آخر ركزت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نولت الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلل الملك محمد السادس تعد بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية في مجال حماية البيئة نتابع تقرير رغدا قبولية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نولولت الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو تؤكد أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعد بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية في مجال حماية البيئة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال حماية البيئة وتدبير النظم الإيكولوجية لا سيما في مجال تنمية المستدامة والطاقة الشمسية وحماية الساحل فالأمر يتعلق بعدد من التجارب الناجحة في مجال الانتقال الطاقي التي ينبغي الإشادة بها والتي يمكن للبلدان الإفريقية الاستفادة منها الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة زكري حشلاف بالمناسبة قال إن المملكة خرطت مبكرا وبشكل استباقي في دينامية التحول المناخي من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى الانتقال بنجاح إلى اقتصاد أخضر ومر ومنخفض الكربون بحلول سنة 2030 زيارة الوزيرة الكونغولية للمملكة تأتي في إطار مهمة رسمية تقوم بها بالدول الأعضاء بلجنة المناخ لحوض الكونغو وهي إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاثة التي تم إنشاؤها خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل من أجل الاندماج القاري المشترك التي انعقدت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش دائماً ضمن الشان الوطني شكلت الاجراءات الرامية إلى تحقيق الاستدامة ومواكبة قطاع السياحة محور يوم تحسيسي نظم بالداخل لفائدة المستثمرين وحملية المشاريع السياحية بالمنطقة عبداللطيف من طلب إجراءات تحقيق الاستدامة ومواكبة قطاع السياحة محور يوم تحسيسي لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع السياحية في الداخل لقاء يروم توفير منصة للتبادل مع مختلف الفاعلين من أجل التباحث بشأن التحديات والعوائق التي يواجهها المستثمرون في قطاع السياحة قمنا بشرح برنامج قو سياحة الذي يقوم به مغرب المقاولات السغر المتوسطة يقوم بشرح هذا البرنامج الذي ودت أهمية كبرى ونحن اليوم بسعداد دعم وتكتف جهودات مركز جهوي استثمار هذا اليوم التحسيسي يندرج في إطار استراتيجية تطوير قطاع السياحة على المستويين الوطني والجهوي ويسعى ليضع بين أيدي المقاولين مختلف برامج المساعدة والدعم التي تقدمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مؤتمر تحسيسي مهم بزاف كيتكلم على واحد برنامج اللي كيتسمى قو سياحة اللي الدولة كتعاون فيها المستثمرين والمستثمرين اللي عندهم ديجا بروجي وكذلك الناس اللي ديجا كيخدموا في النتق ديال السياحة هذا الدعم لذكرة الوزارة على أنها تعطي للقطاع وهي ساعد في إقلاع وتقوية القطاع والمنتوج السياحي في الجهة هذا اللقاء تخلى له عرض مفصل حول برنامج جو سياحة الذي يواكب المقاولات السياحية من خلال تقديم عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة من خلال مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق عام 2026 نفتح ورقة الأنبائية الدولية كذلك الحكومة البيروفية الرئيسة الأمريكية جو بايدن والرئيسية الصينية شي جينبينكا سيشاركان في نوانبر المقبل في قمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئة في ليما وأكد وزير الخارجية خفير أولياتشيا أن الزعيمين سيحضران القمة التي ستعقد يومي الخامس عشر والسدس عشر من وانبر في ليما مضيفاً رئيسة الصينية جينبينكا سيقوم أيضاً بزيارة رسمية اعتباراً من السابع عشر من وانبر هذا الإعلان جاء بعد توقيع الوزير البيروفي اتفاقية مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى لتحسين التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي إلى كرواتيا حرائق الغبات تقضي على سبعمائة هكتار من النباتات بالقرب من منطقة سكينة في سبيلت وذكرت جمعية مكافحة الحرائق الكرواتية الحريق بدأ في بعد سعيقته برق وكان تحت السيطرة لكنه اشتعل مرة أخرى بعد ان اشتدت الرياح رغدا قابوريا حرائق الغبات قرب مدينة سبيلت الكرواتية أتت على سبعمائة هكتار من النباتات بما في ذلك حقل زيتون خدمة الإطفاء في سبيلت ذكرت أنه تم ارتال خمس طائرات إطفاء واربعمائة وخمسين رجل إطفاء ومئة وثمانية وستين شحنت إطفاء لإخماد الحريق في عملية استمرت نحو أربع وعشرين ساعة جمعية مكافحة الحرائق الكرواتية قالت إن الحريق بدأ في زيرنوفنيكا بعد سعيقة برق يوم الأحد وكانت تحت السيطرة لكنه اشتعل مرة أخرى مساء الأربعاء الماضي بعد أن اشتدت الرياح وقال خبراء إن المنطقة شهدت درجات حرار أعلى من المتوسط وظروف جفاف خلال الشهر الماضي وكان سببا إضافيا لاندلاع حرائق الغبات وتحذر السلطات من احتمال اندلاع حرائق جديدة بسبب الظروف الجوية غير المواتية بما في ذلك الجفاف والرياح دوليا دائما استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على أجزاء كبيرة من اليابان صباح اليوم بعد أن وصل الإعصار شانستان أمس الشئ الذي شل خدمات القطارات والرحلات الجوية في بعض المناطق وأدى إلى انقطاع الطيار الكهربائية عن بعض المساكن السلطات اليابانية قالت أن الإعصار قد يكون أحد أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق هذا وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم موصيب أربعون آخرون جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار المدمر في حاصلة لا تزال أولية وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد أصدرت تحذيرا طريئا لمطقتية كاكوشيما بسبب إعصار شانستان وأعلنت أن سرعة الإعصار تقدر ب250 كيلومترا في الساعة دائما دمن أخبار الكوارث فدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية ججارات الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل ثمان وعشرين شخصا على الأقل غرقا أو بسبب سقوط الأشجار رغدا قابوري توافن بباقي التفاصيل الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية ججارات الهندية أدت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل ثمان وعشرين شخصا على الأقل غرقا أو بسبب سقوط الأشجار هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة في الولاية السحلية الغربية فرق الإنقاذ من الكوارث تمكنت من إنقاذ أزيد من ألف وثمانمائة شخص باستخدام قوارب مطاطية وإطارات الخبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ يتسبب بتحولات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس وشهدت ولاية تريبور شمال شرق الهند فيضانات وانهيارات أرضي الأسبوع الماضي أصفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصا وفي بنجلديش المجاور أودت الفيضانات بأربعين شخصا على الأقل خلال الفترة الذاتها وضطر نحو ثلاثمائة ألف من السكان إلى الاحتماء في الملاجئ المقامة لحالات الطوارئ عودة للشان الوطني باسمارة تم تنظيم حملة للتوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية وعدم تعريضها للتلوث وكذا بمخاطر السباحة بالبحيرات عودة مع رغدا قابوري حملة تحسيسية للتوعية بأهمية الحفاظ على الثروة المائية وبمخاطر السباحة في البحيرات نظمت باسمارة المبادرة تهدف إلى توعية السكان ومرتادي هذه الفضاءات الطبيعية بخطورة السباحة في البحيرات الحملة تنظمها فعالية المجتمع المدني المهتم بالبيئة بتعاون مع السلطات المحلية على إثر التساقطات المطرية الأخيرة جئنا إلى هذه البحيرة من أجل توعية الناس والتحسيس صادفنا مجموعة من الناس آتوا من أجل الاستجمام قمنا ببعض التوجيهات كزعب الأزبال وعدم السباحة بهذه البحيرة من أجل الحفاظ على الثروة المائية من أجل التروى الحيوانية ومن أجل الكسبات الإقليم الحملة تروم توعية السكان بالمحافظة على الموارد المائية بعد التساقطات التي عرفها إقليم الصمارة لكونها تشكل موردا هما لتوريد الماشية ومتنفسا طبيعيا للساكنة وبالشن الوطني مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري شكرا لكم حسن وطيب المتابعة أطيب المنا